طيب كريم خلينا نتكلم شوية بفكرة الفنيات أو فكر كولر نفسه الناس تقولك هو مش لازم ينزل المباراة دي يعني بكامل العدد وأنه هو يؤدي بأفضل شكلي للأهلي لأنه كده كده هو في المقاولين كان ذكي في فكرة الروتيشن ويده فرص لبعض اللعيبة اللي هنقول عليهم بودلاء ولكن كان فيه إعطاء فرص برضه بشكل مهم وده على فكرة مطلوب هل ده ممكن برضه يطبق إن شاء الله غدا في عرص الحدود لأنه أنت مش بحتاج الاسكواد الكامل بتاعك ينزل بكامل قوته أنت بتلعب مش الفوز فيه برسنتج أعلى بكتير نسبة أعلى بكتير فأنت مش نحتاج تقدم طاقة كبيرة أو مجهود كبيرة على أرض أنت معاني سيناريم طيب خلينا نتفق إتفاق كده أن كولر بالفعل قدر أنه يوصل أن منظومة النادي الأهلي ما تتأثرش بغياب أي لعب متفقين على ده طبق الأهلي بما نحضر بالحزافير حتى مباراة المقاولين شفنا لعب زي رامي ربيعة لعب زي أحمد حسن أحمد نبيل كوكا طهر محمد طهر كانوا بعاد لفترات كبيرة وبيشاركوا لمدة قليلة وبالطبع معهم محمد الضوي كريستو على أرض الواقع لأ قدموا كان كوكا أفضل لعب في المباراة هذا توتل يعني ده هيحصل تاني كريم الدبيس قدم مباراة عظيمة جدا في مركز الباكليفت كولر هيستمرنا في إعطاء الفرص لبعض اللعبين في نفس الوقت بيحافظ على الشكل العام داخل الملعب ودي أبرز حاجة هو بيعملها إن الأهلي فعلا بما نحضر الأهلي بيطبق طريقة اللعب اللي هي التيكي تاكا المصرية التمريرات الكتير الاختراقات من العمق أحيانا ومن التعرفين واستغلال مهارات بعض اللعبين زي بيرستاو لو بيلعب محمد بريستو لو بيلعب الناحية التانية أحمد عبدالقادر أو حسين الشحات أو طهر محمد طهر حتى في الهجوم محمد شريف كهرباء إحنا ما بقناش نشوف أي فرق اللي اتنين بيتقلقين وبيسجلوا وماشيين بشكل كويس جدا لو هو ممكن يغير شوية بينزل خالد عبدالفتاح في مركز القلب الدفاع وبيحول محمد فخري لمركز الباك رايت طيب ما ده حاجة عظيمة جدا إن انت يبقى عندك لعيب جوكر بيلعب في أكتر من مركز زي فخري أو زي خالد عبدالفتاح بالتحديد بما إنه عمل الروتيشن ما بينهم داخل الملع فده كله كويس جدا لصالح النادي الأهلي وبالتالي مش هتحسي بفرق كبير فنيا فيه نقطة برضو مهمة أعتقد إن كولر بيفكر فيها إحنا داخلين على عدد كبير جدا من البطلات في الفترة المقبلة وعندك كاس مصر طبيعي أنت هتشارك فيه فلازم يكون اللاعبين يعني بدنيا جهزين طيب اللاعب المصري للأسف لما بيغيب لفترات معينة من المشاركة المستقل البدني على الأقل بيقل جدا فكل الراع ده بشكل كبير قوي ودي نقطة تحسب له بجارب إنه هو طبعا عاوز يعمل ريكورد وده حقه وحق أصيل لأي مدير فني أو أي فريق في العالم إنه عاوز يوصل للتسعين نقطة اللي ما فيش حد يوصل لها قبل كده قبل كده قبل كده